بعض التساقطية الكثيف للبرد على مناطق عديدة بولاية باتنة تلفزيون النهار عادة وقف على حجم الخسائر التي ألحقت بالفلاحين خاصة ملاكة شجارة تفاح ببلدية حدوسة تفاصيل أكثر تتين مع سعيد حريقة وحمد عواتي هي خسائر عدتها بعض من فلاح بلدية حدوسة بولاية باتنة بعد كميات البرد التي ضربت المنطقة ليلة الخميس إلى الجمعة خسائر كبيرة جدا تتمثل أولا في سقوط الفروي ثانيا في الورقة الشجرة والورقة هذه هي التي تعمل في الفوتو سنتاز في الإنتاج وفي صحة الشجرة لكلورونفيل ما توساش بدون الأوراق هكتوف الأوراق تعمل يوسين هكتارات شاسعة من أشجار تفاح أطلفات والفلاحون لا يرون حلا نهائيا لمثل هذه الخسائر إلا شبكات لحماية الأشجار الحل الوحيد هو نداء إلى سيد الوزير بالمباشر والغير المباشر بالنسبة للأعضاء عادت النظر في الفيلة يونتيجرال في الشبكة لأنها غالية علينا الفلاحين لا نقدروش الفلاحين باش ندروها لكن استعملوا هذه عادت النظر فهي عنده فوائد في الحفاظ على الإنتاج من حيث نوعية الحفاظ على خدمة الأرض وإنتاجها ما حاول فلاح حدوث القيام به إلا أن نقص الإمكانيات والدعم جعل ما جدت به هذه الأرض المباركة من ثمار متلفة تفترش الأرض ترجمة نانسي قنقر